موسيقى 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 مرحب حضراتكم مشاهدينا من جديد والفقرات حلقتنا النهاردة الحقيقة انه اي مزارع بيكون حريص جدا على انه هو يحقق انتاجية عالية من المحصول اللي بيقوم بزراعته طبعا الهدف من ده انتاجية وفيرة عشان تغطي الاحتياج المحلي وايضا ان يكون فيه هامش ربح ومكسب للمزارع بالتأكيد عشان نحقق المعادلة دي في ظل التحديات والظروف العالمية الراهنة محتاجين ان يكون فيه تفكير خارج الصندوق تحديدا فيما يخص يعني كمية الانتاج فيما يخص تقليل تكلفة الانتاجية الخاصة بيزراعة المحصول من غير ما يأثر طبعا التقليل التكلفة من غير ما يأثر على حجم الانتاج ومن غير ما يأثر على هامش الربح والعائد الاقتصادي النهاردة حابين نتكلم ونعرف ازاي ممكن نقلل تحديدا من تكاليف المدخلات الخاصة بانتاج محصول الموالح بما انه من المحاصيل الهمة سواء للسوق المحلي او بالنسبة لي السوق العالمي وبالنسبة لي التصدير ومن غير ما يأثر على طبعا كم الانتاج ويهامش ربح المزارع اسمحوا لي فازل اطار ارحب بضيف الكريم اللي مشرفني النهاردة معانا استاذ دكتور عبد الرحمن محمد باحث متفرغ بمعد بحوث البستين اهلا بحيكا دكتور صباح خير اهلا وسهلا بحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم اولا كل سلام حضرتكم طيبين والسادة المشاهدين بالنسبة عيد الاطحى المبارك ودايما يا رب كده بخير على طول ان شاء الله امين يا رب دكتور خلينا في البداية كده نتكلم بشكل عام عن اهمية محصول الموالح كمحصول مهم جدا بالنسبة لي السوق المحلي وايضا من المحاصيل التصديرية الهمة محصول الموالح من محاصيل الفاكهة الهم جدا ويعتبر بالنسبة لنا هنا كمصر محصول استراتيجي بيشغل اكبر مساحة من مساحات الفاكهة الموجودة عندنا في مصر حوالي نص مليون فدان بتصل انتاجيتهم تقريبا في حدود الخمسة مليون طن تقريبا انواع مختلفة واصناف مختلفة على مدار الموسم بنحتل لمرتبة جيدة جدا تصديريا بنصدر في الخمس سنوات الاخيرة تجاوزنا المليون ونص طن تصدير محققين ريكورد كويس جدا او رانك كويس جدا او مرتبة جيدة احنا السادس على العالم في تصدير الموالح والاول في تصدير برتقال نعم دكتور ايه المقصود بالمدخلات في الانتاج الزراعي ايه هذه المدخلات عظيمة المقدمة اللي حضرتك زكرتها مقدمة هيلة شكرا تفضل اعتقد ان مروب بينا كلنا كباحثين في مركز بحوث زراعية بين جميع معاهده او بين جميع اقسامه وتخصصاته العمل خلال المرحلة القادمة وبجدية في بحوث تطبيقية لها علاقة بيجاد توافق مناسب ما بين مستلزم مدخلات الانتاج اللي هي متمثلة فيه سواء كان المحور الاول اللي هو بداية الزراعة من بدء الشتلة وتجهيز الارض وكلام ده كله او ان كان عند المحور التاني اللي هي حاليا المساحة المسمرة اللي هي بتديني انتاجية اللي احنا اتكلمنا عليها في المقدمة هنا الايام الاخيرة ومع مستجدات الاقتصاد العالمي والضغط على الخامات ومسلزمات الانتاج واحنا برضو كبلد بنحتاج خامات كتير او من برة فأثرت بشكل مباشر على اسعار مستلزمات الانتاج سواء اتكلمنا بقى في الطاقة اتكلمنا في الاسمدة اتكلمنا في المية اتكلمنا في مكافحة الافات اتكلمنا في عمليات الرعاية والخدمة ومقاومة الحشاش كل دي مدخلات انا النهاردة حضرتك الفلاح معني بهذا بيقابله في الطرف التاني من المعادلة السوق متزبسب النهاردة اسعار الموالح مش مستقرة مفيش حاليا دلوقتي حتى السوق لحد ما نقدر نقوله باللغة العامية ها دي ما فيش فيه نشاط زي كل سنة فده طبعا بيلقي بظلاله على الفلاح او المزارع المصر انا النهاردة مساحة الموالح اللي موجودة في مصر وذكرتها ليه حوالي نصف مليون فدان تقريبا لو ان المجموعة بتاع الشركات او المستثمرين اللي هما بيحوزوا فوق الميت فدان وانتي طالعة لارقام طبعا كلنا عارفينها دول اللي ها يتجاوزوا تقريبا 25-30% من المساحة صحيح وال75% الموجودين او البقين هما دول اللي يجب ان احنا نحط ايدنا في ظهرهم لسبب ان الشركات عندها استشاريين استشاريين بتوعها وبتقدر تجيب خبرات من بره ومن خبرات من جوه وبتعمل تطوير وراجل محطوط في دايرة اقتصادية بحتة بيحط جنيه بياخد نسبة عليه وهكذا لكن النهاردة المزارع البسيط اللي احنا بنقول عليه ان هو بيملك من 50 الى اقل من 50 فدان دول اللي احنا تقريبا معني بهم الكلام في الفقرة بتاع حضرتك المحترم دية مستلزمات الانتاج بقى متمثلة زي ما قلنا في المحور الاولاني فيه الزراعة وده يجب ان النوع بقى ان يبطل بقى حكاية التأليد وكلام ده كله ندور على الشتلة من المصدر جيد ندور على الارض المناسبة للزراعة ندور على المكان اللي هزرع فيه الصنف اللي انا عايزه مش هينفع ان انا ازرع برطقان بصرة في الجنوب ومش هينفع اروح ازرع برطقان صيفي مش عارف فين الكلام ده كله لازم نستعين بالخبراء الموجودين في مركز بحوص الزراعية بجميع تخصصاتهم سواء فيه معهد بحوص الاراضي معهد بحوص البستين اي مقامة الافات كل ده لابد ان احنا نلجأ ليهم في تأسيس المزرعة وده جزء هعطه على جنب لان ده لما هيبدأ من الزيره هيبدأ صح واشتغل صح وينتق صح واحنا بالتأكيد يا دكتور يعني عندنا نخبة من الباحثين والاسادة في هذا المجال الهام اللي حيام يعني ما بيبخلوش ابدا في تقديم النصائح دائما للمزارعين واهم الارشادات واحدث الارشادات طبعا طبقا لابحاث العالمين الحديثة ما شاء الله حضرتك زي كلامك وحضرتك مظبوط منتشرين في جميع المزارع منتشرين على مستوى الاماكن الموجود فيها المحصول سواء في الظاهير الصحراوي او في الدلتا والوادي ايا انكات القصة فنبدأ مع بعضينا نناقش جزئية جزئية في مسلزمات الانتاج اللي هي مأثرة عندي انا النهاردة لو متوسط انتاجية الفدان البرطان بتاعي او الموالح بصفة عامة بيتروح من 12 ل 15 تن انا النهاردة الطن بيكلفني في الغيط مسلزمات انتاج اوب ديت النهاردة الطن بيكلفني 2000 جنيه فانا بتكلم النهاردة على تكاليف بدون الارض وبدون حصاد وبدون نقل وبدون توصيل للمحطة او السوق او غيره بتكلم من 20 ل24 ل25 ألف جنيه فقط يا دكتور يعني تكاليف تجهيز الارض عشان ازرع لا مش عشان ازرع عشان اخر دي من المحصول بتاعي ان انا اوفر له السماد بتاعه اوفر له الطاقة اللي هتطلع له المية اوفر له العزيق اوفر له مقاومة الافات اوفر له عملات التقليم وعملات الخدمة المختلفة كل ده امبوتس في عملية او مدخلات في عملية الانتاج احنا بحزبة بسيطة حسبناها لانها بتتكلف في حدود 2000 جنيه الطن انتاجه فهاخد بس كمثال قريب والمزارعين على مزالك جيدا لو انا عندي فدان برطقان بيحتاج 100 كيلو ازوت فقط ازوت مش في سفات ولا في سوبتاسيام ولا عناصر اخرى ولا الكلام ده كله ازوت فقط الكيلو اللي ازوت النهاردة وصل في السوق سعره 30 جنيه لو 100 وحدة عشان اديهم اللي فدان هيديني 12 طن او 15 طن انا بكلم في بنده 1-3000 جنيه ازان لو انا مسكت ايط من التسميت كله او على بعض الفند كله هلاقي بيكلفني حوالي 10-000 جنيه تسميت بس الجانب ده الوحد خاص بتسميت ازان هنا زي ما حضرتك قلت في المقدمة محتاجين نخرج من صندوق محتاجين نخرج من حالة التقليد محتاجين من المزارعين دولي اللي يقدر منهم يقدر يوصل للمركز او يوصل لقناتكم المحترمة او يتبس سواء بالاتصال مباشر او بالكتابة يا جماعة عشان خاطر نفكر صح ونشتغل مع بعض صح ومن هنا بدعو لجميع الباحثين المقيمين خارج القاهرة سواء في المحطات البحوث هنا 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 ما تخرجوش من الغطان وخشوا مع المزارعين في الارض وجدوا لهم افكار بديلة عشان ما ينفعش ان المزارع الفلاني اللي بيطلع 8 طن بيقلد المزارع الفلاني بيطلع 20 طن ما ينفعش احطه 100 وحدة لفدان بيجيب 5 و 6 طن هو الراجل بيحطهم ل20 طن ما هو ده اسراف وده عدم توجيه جيد لاستخدام الموارد بتاعتي لو خدنا من البداية انا عندي مراحل نمو مختلفة على مستوى السيزن محتاج مية المية ديات بنقول عليها حاجتين عندي اوفر احتياجات المائية للشجرة وعندي حاجة اسمها ادارة المية توفير المية ده خلاص هنقول للمزارع ده المتاح عندك ام كان عندك مية نيل او عندك مية قبار هي دي الموجودة عندك ولكن ادارة المية المنوت بيه النهاردة عشان افكر مع الراجل ده خارج الصندوق ازاي هيشتغل ويطلع المية النهاردة متر المية بتكلف كام فالدام بيحتاج في حدود 5000 متر مكعب مية في الريب التنقيق وبيحتاج حوالي 7000 متر مكعب مية في الريب الغمر اذا انا محتاجك نهاردة بغض النظر عانى ان احنا تحت الحد الفقر المائي لكن محتاج برضو ترشيد نفقات اضافة المية للارض اقول له ايه اقول له زبط ارضك اعمل حوائل مظبوطة اعمل حلقات مظبوطة اعمل قنوات خالية من الحشاش والحاجات دي كلها عشان اقلل فترة التشغيل بتاع الالة بتاعتي وفرت طاقة وبدأت اوفر في ادخال المية وما يكونش في هدر كمان للمية كمورد هام كان زمان المزارعين وان كل حد قريب قوي بس بسم الله ما شاء الله تلوقتي مداركهم اتفتحت يقطع المقطع من على راس الغيط ويسيب المية توصل لحد اخر الغيط بمساحة 5 فدان ولا 10 فدان ده طبعا كان سوء ادارة للمية بغض النظر عن ما يترتب عليها بقى من سوء صرف من قفات من اصابات وعفان جزور وكلام ده كله كان بيأثر في الاخر على المنتج بتاعه او على الكلام ده كله بس ما كانش بيحس بيها لان كانت العملية كلها الى حد ما بسيطة النهاردة السولار بكام وكهرباء بكام وطاقة الشمسية بقى من دكام النهاردة صحيح يعني الارقام بقت مرعبة فمحتاجين ان احنا نفكر بعقل شوية وناخد ايطم ادارة المية ده ادارة المية ده نقطة هامة جدا بيترتب عليها نجاح جميع العمليات الآخر صحيح روى كويس سمت كويس قوم قفات كويس شجرة بقى التنموه جيد هياخد محصول جيد بغض النظر بقى هو مختار الصنف بتاعه كان ايه والكلام ده كله ولكن انا قدام الامر الواقع لو انا قدامي حديقة موارع مسمرة عمرها عشرين وخمسة وعشرين سنة دلوقتي ما ينفعش اقوله قلعها عشان نعيد من الابدأ من الاول لا تعال نرم بقى نفسنا وتعال نشوف الامور شكلها ايه يبقى النهاردة عشان نرشد استخدام المية اولا تبقى قناة الرأي بتاعتي خلية من الحشايش بيروي بالحوال على الطلع او النازل ما فيش مشكلة الحوال بتاعه في حدود عشرين شجرة خمسة وعشرين شجرة ما فيش اي مشاكل اقرب فترات الرأي عشان اعوض نقص المية ما فيش مشاكل بس هقلل فترة التشغيل وبالتالي يكون استثمرت في موضوع اوفرت في موضوع الرأي البند التاني ومهم جدا هو بند التسمين هو ده اللي بيشاغل الناس كلها بعض الزملاء بينادوا ويقولوا لا ده احنا نحط برامج تسمين موحدة على مستوى الجمهور يقولهم لا مينفعشي انا عندي مناخ مختلفة من مكان لمكان عندي ارض مختلفة من مكان لمكان عندي نوع مية من مكان لمكان عندي المنجمينت بتاعي او الثقافة الزراعية بتاع الراجل اللي بيشتغل نفسه مختلفة صحيح فبالتالي ما ينفعشي اذا احنا النهاردة نحدد الوصفة بتاعتنا على حسب كل مكان ونعمله نحددها ازاي نحلل الطرب صحيح يبقى عشان اشتغل على التسميد يبقى نحلل الطرب عرفت المخزون الطربة بتاعتي شكله ايه من المواد الغذائية او العناصر او الخامات الطبيعية الموجودة في الارض البندي التاني اقاوم الحشايش اللي بتنافس الشجرة بتاعتي على الاضافات السمادية والكلام ده كله ومقاومة الحشايش هنا مقاومة حاجة بسيطة خالص اذا كانت حشايش معمرة لها اسلوب في المقاومة باستخدام مبداية الحشايش او اذا كانت حوليها اشتغل عليها عزيز ومن هنا بقول للمزارع من بدء خروج العين في اول مارس لحد ثبات العقد في اول يونيو ما تخبطش خبطة فاس في الغيط سيب الحشايش تحت الشجر بوضعها الا اذا كانت الى حد ما مستفزة او عالية شوية نعمل لها موينج او حش او تقليع باليد بولنج خطف كده على اساس ان انا اخليها اندر كنترول ليه سيدي دي عشان بتعمل تكييف للشجرة تقلل تأثيرات المناخية بتاعته والحرارة العالية الغير طبيعية اللي احنا بنمر بها في السنوات الاخيرة فبالتالي قدر توفر ما ينفعش اعزع على طول طاق طاق زي زمان لما كانوا بيجيبوا الالات اللي هي العزاءة وكل راية وراية هي عزاء مرة كل مرة طبعا ما كانش ينفع طب دكتور معنش امتى يبدأ ازالك انا هكمل هكمل المعلومة عشان تبقى المعلومة واصلة للمزارع كاملة يبقى انا من اول فبراير او من نص فبراير او من اول مارس بعد الخدمة الشتوية لحد اول سبعة يا سيدي ما تنزلش غيطك بفاس ولا بعزاء اشتغل بمانجل اشتغل بايدك قلع طلع برا اعمل الكلام ده كله الحاجة التانية ما تتركش فرصة للحشيشة تزحر وتنور وتعمل لك بزرع عشان ما تعملش ريسايكل لدورة الحشيش بتاعتك في الارض وبالتالي هتعمل مشاكل معاك والمخزون بتاع الارض من مزور الحشيش كبير جدا الحاجة التالتة استخدم اسمدة عضوية اللي هي حاليا دلوقتي بعد ما يعني دلعوها شوية سموها الكمبوست اسمدة جيدة انت بتاخد المنتج بتاعك الرواس اللي عندك او بتشتري او غيره وتعمل له تخمير او بتشتريه جاهز من محطات التدوير او الشوان بتاع التدوير وتبدأ تضيفه وبالتالي انت نجيت نفسك من جزء كبير جدا من الحشيش والامراض بتاعته التربة زي الاعفان والنماتودة والكلام ده كله من اول سبعة لحد نهاية الموسم نوفمبر او ديسمبر هنا مطلوب مني يا اما ارش رشة مبيدات في الاراضي القديمة اللي هي بتتروي غمر او اعزق اعزق خفيفة السطحية عشان هحط دفع السماد في نص السبعة فبالتالي يبقى الارض بتاعتي خالية نعم يبقى انا في الحالة لزي دي مش بحتاج مني غير ان انا مقاوم اقاوم ياما بشقرفة خفيفة بالفاس ياما اضيف مبيد حشيش مناسب بتركيز مناسب بمعدل مناسب في توقيت معين دي يا دكتور بتبقى يعني بتبقى رشة وقائية لا هي مش ده هي رشة علاجية لانه الريدي هو عنده حشيش تمام اصبع في الحشيش ما فيش حاجة اسمها رشة وقائي يعني لازم المبيد بتاعي ينزل على حشيشة مش ينزل على الارض خالية يبقى رشة علاجية على طول اه علاجية على طول اه بدأ من نص نوفمبر او ديسمبر عندي حاجة اسمها الخدمة الشتوية اعزق يا عم وعمل عاو سعمل وحط المنيور بتاعك وقلب الارض بتاعتك واعمل حلقات واعمل الكلام ده كله لما تيجي تشوف الفنضي بتاع العزي مقاومة الحشيش على الكلام اللي انا قلته ده مش هيكلف كتير فدان عمرو مهما قلتي مبيدات حشيش وعزيق مش هيكلف الف جنيه لانه الريدي هو قدر يتعامل او قدر يتعرف على سلوك الحشيشة اللي عنده ده بالنسبة لناس اللي بتبقى في الري بالغمر ودي عنده مشاكل لانه ممكن يكون البذرة جالي مع مية الري صحيح مفيش اي مشاكل صحيح ولكن الارض اللي بالطمئيط اي مشكلتك ده انت بتوصل شوية المية تحت الشجرة زي ما بقولوا توصيل ديليفري فانت بالتالي لما تطلع عندك حشيشة يسيد يشيلها بايدك صحيح مش دروري توصلني للمرحلة ان الحشيشة تبقى أعلى من الشجرة ماينفع الشيء وبالتالي المنجي منت الديورال ده هيخليل الارض بتاع تنظيفها وتبقى كويسة جدا ويبقى وفرت فعلا فيها اذا هي القصة محتاجة زي ما قلنا في البداية ادارة ادارة وعية ادارة فهمة ناس عارفة هي بتعمل ايه وخاصة لو المستثمر او اللي بيزرع ماهوش في المجال الزراعي اكيد عنده حد بيشتعل في الارض في المجال الزراعي يبقى فاهم هذا الكلام ده باند العزيق او باند مقاومة الحشيشة نجي لباند التسميز اللي بدأنا فيه نتكلم مش ضروري حضرتك ان ان انت تضيف زي فلان وعلان وزلان لا انت النهاردة حللت التربة وعرفت مكوناتك معهد بحصل الارض والمياه او اي جهة من الجامعات المصرية بتعمل هذا الكلام حلل اقرأ الجدول بتاعك اللي طالع المكونات بتاعته وشوف ايه اللي ممكن تعود به او ما تعودش به طب هو السؤال هنا هو ينفع ان انا لو لقيت عنصر في الارض معناها انه صالح للمتصاص اقول لك لا لا لازم اكمل الدورة بتاعتي وحلل الورق بتاعي احلل الورق امتى في نص تسعة من نص تسعة لحد اول عشرة يجيني واحد متخصص من معاهد التغذية الموجودة على مستوى الجمهورية او معامل التغذية ياخد العينة بنفسه بطريقة معينة باسلوب معين ويحلل ويقدر وبعمل أو بعمل مقارنة ما بين الجدول اللي الناس عملوه اللي بيسموه الستندر او اللي بيسموه القياسي واللي طلع عندي طلع عندي نقصة يا زود احطه في الاعتبار طلع عندي نقصة بتاسم طلع عندي زيادة في الفصفور الليلو لان التوازن الغذائي رغم من ممكن تبقى الاضافات قليلة بس المتوازنة هتديني نتائج افضل مما لو كانت عشوائي صحيح لان في عناصر بتأثر على بعضيها بالسلب وبالاجاب والكلام ده كله الحتة اللي انا عايز اقولها للفلاح واقولها للزميلي واقولها الأستاذي واقولها الأخوية كفاءة امتصاص العناصر في التغذية لا تتجاوز تحت ظروفنا في مصر من 40% ل50% يعني ايه؟ يعني انا لو ضفت 100 وحدة أزوت زي مثال او ضفت 80 وحدة بوتاسيا هل النبات بينتصون كلهم؟ لا طبعا ده النبات بينتص منهم نصهم تقريبا نصهم تقريبا اذا انا ده كله هادر عندي اه طب انا لو رفعت كفاءة الامتصاص اقل للاضافات واستفيد افضل اه ممكن ازاي نقولي ازاي انا عندي مراحل نمو شجرة مختلفة عندي اخراج نمو في الربيع وتزهير عندي عقد في ماي ويونيا عندي نمو صمرة في يوليا واغستوص عندي حصات في نوفمبر وديسامبر وزعت شريحة السمادية بتاعتك بانواع مختلفة بصور مختلفة حسب احتياجات حسب الطبيعة الارض اللي عندك وحسب المكان اللي انت شغل فيه نصيحة تانية كل الناس اللي زرع في اراضي فيها كالسيوم او بيسموها اراضي جيرية ما تهتمش بتسميد الكالسيوم يا ريس بعد اذنك وفر يا اخوة البند ده اللي بيكلفك قد كده لا وفره لان انت عندك كالسيوم فبالتالي ما تحطش تاني كالسيوم وهنا يا دكتور الجانب الخاص بنوعية الارض اللي هزرع فيها ده مهم جدا طبعا انا حللت بنائي وكيماوي البنائي عشان اشوف التصريف بتاع الميا واحتياجات الميا وقوام الارض الحاجة التانية الكيماوي عشان اضيف النقص او اللي مش ميسر اشتغل عليه الحاجة التانية اللي انا بلاحظها برضو في المزارع بالمرور على بعض المزارع الاقي حضرتك في الموسم بتاع تزيير والعقد تانكات دخل المزارع محملة حمد نيتريك ايه يا جماعة في ايه اقولك عشان نحط نطرات كالسيوم ونحط معها حمد نيتريك مين قال ان الكلسيوم بيمتص في بي اتش منخفض انت بتعمل الشغل ده عشان تقالل البي اتش عن ستة او عن خمسة او عن سبعة اه كلامك مزبوط في بقية العناصر لكن الكلسيوم لا ينتص الا بعد بي اتش تمانية اذا انت بتحط او انت لانت استفدت من الكلسيوم اللي انت حطيته ولانت وفرت فلوس حمد نيتريك اللي انت حطيته نقول للجماعة بتوع شبكات الري بالطنقية اللي بيشتغلوا النهار ده اللي الى حد ما يقدر الموالح المنتجة في الظاهير الصحراء ودلوقت 60% من الانتاج الكلي وهي دي عمود الفقر لانتاج صمار التصدير انا ما بصدرش من دلتك كتير قوي انا بصدر من الاراضي جديدة فبالتالي انا اقول له وفر هذا الكلام وخلي حمد نيتريك بتاعك ده ان انت تسلق به الامترز بس او النقطات بس بمعدل لتر واحد كل شهر كل فدامل وبوفرت كل اللي انت اضافته ده كله وما زعلتش الكالسيوم وما سلتش الارض من العناصر عشان انت انت خفضت البيئتش بتاعتك بقول الجماعة زميننا اللي موجودين في الزراعة الحيوية حط اديكوا معاهم مع المزارعين اديلوا مركب حيوي ينشط البكتيريا والحاجات النفعة الموجودة في الطربة عشان توفر لي اضافات الكيموية بتاعتي النهاردة بقول لي وزارة الزراعة نفسها يا جماعة احنا في الموالح ما بنستخدمش اليوريا اليوريا الحاجة الوحيدة اللي بنستخدمها ان احنا بنرشها رشة واحدة في شهر اتناشر او شهر واحد عشان نظم التزيير ونظم العقد وزود المحصول وجد فعلا ان رشة اليوريا بمعدل من 6 ل 9 كيلو اي يوريا خاصة او مش خاصة في شهر 12 مرة واحدة او في شهر واحد قبل تحول البراعب من خضرية الزهرية بزود المحصول مش قليل من 25% تم انا برضو كده وفرت على رشة هابلة 6 كيلو او 9 كيلو بتحضرتين للفدان ده بتكلم في ملالين وزود الانتاجية الربع تقريبا صحيح فبالتالي بقول لي بقى الجماعة بطول التعاونيات مش ضروري يعني ماينفعش ان انا اسلم الراجل حصته من الازوت يوريا ويجي الفلاح يقول له لا انا مش اخد اليوريا عشان مش احطها للشجر يقول له لا اخدها اديها للرجل اللي في السوق اللي هو بتاع التجار اللي في الجتاة واستبدلها بنطاراتنا شادر او نطارات كالسا او سلفاتنا شادر ماينفعش بقى لازم المعزوفة او السينفونية تبقى متكاملة اللي قاعد في الادارة حاسس بالمزارع والمزارع حاسس باللي قاعد في السوق وهكذا تمشي تتكامل ان انا عارف احتياجات الراجل ده انا عارف ان امكانياتي كدولة مش هقدر اوفر له كل الحصة كاملة صحيح مش هقدر اوفر له الميت وحدة ازوت وتمانين وحدة بوتاسيوم وتلاتين وحدة فصفوره وكلام ده كله على عينه وعلى راسي ادي له الجزء اللي هيستفيد منه وهو هيكمله بشريه من القطاع الخاص بس يبقى ويستفيد منه ما ينفعش يبقى هادر علي في الموضوع دكتور احنا عشان الاستراتيجية الخاصة بتقليل تكاليف الانتاج الخاصة بالموالح تنجح وتستمر ويبقى عندنا انتاج وفير يعني تكلفة اقل وايضا عندنا هامش ربح لي المزارع قد ايه مهم ان المزارع يغير شوية الفكر التقليدي في استخدام الاسمدة في معدلات الرأي اللي بيتم استخدامها لانه احنا يمكن مزارعيننا كرة محبتين يعني بيعندهم كده مفهوم انه كل مادة الزرع اكتر من تسميد من راي انه كده يعني بيقى فيه خير اكتر وبيقى فيه انتاجي احسن قد ايه دكتور المفهوم ده محتاجين نغيره عشان الاستراتيجية تنجح هنا دور كونتو دور القرارة المحترمة دي اكيد ده دور نواتنا على قد ما بنقدر بنحاول نجوم بهذه التوسيط العام دورات التدريبية اللي بيعملها المركز او الجهات المنوب بيها خدمة الزراعة في مصر تقوم بهذا الموضوع وتنزل الارض وتعمل حاجة اسمها يوم حقل وتعمل حقل ارشادي حقل ارشادي مظبوط المتابع او الباحث او الناس اللي هي اعمنوا بيها متابعة محصول زي محصول موالح محصول زي محصول التفاح اي محصول محاصيل يبقى مع الفلاح خطوة بخطوة من اول الموسم صحيح لحد ما يوصل معاه النتائج ويجيب المجموعة الموجودة في القرية او البلد اللي هو فيها تعالوا ادي الرجل ده التزم بكذا وكذا وكذا وحقق كذا وكذا وكذا وهكذا انا عديكي معلومة صغيرة جدا ودي المزارعين عارفينها الناس فاكر ان اضافة السوبر فوسفات في الارض خدمة وحاجة عظيمة جدا وحاجة كويسة جدا هو مش عارف ان السوبر فوسفات ده 15% حمد فوسفريك والـ 85% كربونات كالسا مجير ده بيدر الارض ويدر العناصر التانية وكلام ده كله فعشان كده بقوله ما تضيفشي حاجة الارض او النبات مش عاوزها فبالتالي تحليلك التربة وتحليلك الورق هيحطك في الاطار الصحيح ان انت تضيف بيه عدد الوحدات وما ينفعشي ان انا اضيف معدلات سمادية لمنتج كان ممكن تديني 20 طن وانت ببتجيبش عشرة طن يبقى ده اصراف وتلوث وكلام ده كله نقطة تانية مهمة جدا في الموضوع مكافحة الافات مكافحة الافات نفسي الجماعة بتاعنا اسزتنا المحترمين وزملائنا وولادنا الموجودين في معهد بحوث مكافحة الافات اللي جنبنا ده يوضحوا للمرشدين زراعيين او الناس المزارعين نفسهم فرق ما بين الاسم التجاري للمنتج المبيت والمادة الفعالة صحيح تبص تلاقي حضرتك ايه الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال ما شاء الله الناس عاوزها تبيع وتكسب محلات التوزيع عايزة نفس الكلام لا نسيء لأحد ولكن تنوع الاسماء التجارية المنتج واحد بمادة فعالة واحدة بيحط المزارع في حالة من الوهم انه هو بيستخدم مبيدات مختلفة بس هي للأسف مادة فعالة واحدة فبالتالي انت ازيت نفسك في حاجة ضفت مبيد ما جابش نتيجة اديت مناعة للآفة بتاعتك لان انت عملت كرر المقاومة بيها وانت عندك وهم ان هي بتقاوم لا ما بتقاومش اظهر له الحتة دي اقول له لما يجي الراجل يشتري طبعا انت عارف حضرتك ان الجيد الاساسي عندنا في القرية المرشي البيع ده اللي بيبيع بيقول له انا عندي مثلا من يقول له خد لها كذا عندي كذا خد لها يا انت عشي لا نرجع لأهل الخبرة وهم دول يفيدونها بالرسيطة نرجع لللستة بتاعت المزبوطة وكون امين وياه وقول له ان المادة الفعالة الموجودة في كذا 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 بالتالي هتلاقي المبيدات المستخدمة في محصول الموالح في طول السنة لا تتجاوز سنة اربع مواد فعالة حيا دكتور احنا وقتنا مرة محاك سريعا ولكن افدتنا بمعلومات كتيرة جدا قيمة حول تقليل تكاليف الانتاج الخاصة بيعني محصول الموالح بشكر حضرتك جزيلا شرفتني ونوارتني بشكل خاص شكرا دكتور عبد الرحمن محمد بحث متفرق بمعادة بحوث البستين شكرا جزيلا فندم شكرا جزيلا فندم وربنا ينفعنا يا ربي شكرا يا فندم دايما بننتفع بعلم يعني الخبرات اللي أمسل حضرتك مشاهدينا لسا مكملين مع حضراتكم فاصل قصير ونرجع معكم وفقرة حولي جديد شكرا